موسيقى بالتزامن مع ذكرى مجزرة قبية التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في قرية قبية بالضفة الغربية عام 1953 أقام طلاب مدرسة ذكور قبية مهرجانا للسنة الثالثة على التوالي المهرجان الذي حمل عنوان وتكون قبية تضمن معرضا وعرض فيلم من انتاج الطلب لتوثيق المجزرة اضافة الى فقرات فنية وثقافية مجزرة قبية ذهب ضحيتها قرابة سبعين شهيدا ومثلهم من الجرحة ودمرت خلالها قوات الاحتلال خمسة واربعين بيتا ومدرستين ومسجدة مهرجانات سواء في كبية او في اي مكان اخر تنعش الذاكرة الفلسطينية اعنا جميع العنصر الجديد او الجيل الجديد لا يعرف شي عن مجزرة كبية الا عن طريق مثل هذه المهرجانات او التثقيف لان الطالب لوحده لا يستطيع ان يتثقف بس اطلعنا من تحت الراوية وكانت تكون دشت من اولها الاخرها هبطت خمسة وسبعين نفر هذول اللي بكوا تحت الراوية فوق بعضنا واحنا متخبيين فيها شايفات لما طلع اليهود شفتي كيف شوق بعض ما اسمعنا اسطفارة بتضرب صار يكون شارون كديمة 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 كانوا هايما سحبوا هايما سحبوا يعني طلعوا من البلد وصروا ظهر العراوية